ومعنا من جد عضو الائتلاف السوري هشام مروي أهلا بك سيد هشام معنا كيف تقرؤون هذه الحلول الجديدة والمقترحات الجديدة التي يقدمها ديمستورا مساء الخير لك والإخوة المشاهدين كما تعلمين كانت جولة مفاوضات جنيف 8 تم التركيز فيها على الأوراق التي قدمت على ما يسمى سلة الدستور وسولة الانتخابات كانت قوة الثورة والمعارضة قد شاركت بتقديم ملاحظات أو نظرة حول العملية الدستورية كما تعلمين الدستور يجب أن يساق بأيدي دستورية ضمن مرحل انتقالية حسب القرار 2254 أتوقع أن هذه الأوراق ومخرجاتها هي التي سيقدمها السيد ديمستورا أو يعيد كتابتها ويعيد سياغتها ويقدمها بعد موافقة الطرفين للأمم المتحدة أو لفرق التفاوض من أجل أن تتفق عليها بين يدي تحقيق اختراق سياسي في هذا الأمر الواقع المشكلة سيدي ديمستورا كان واضحا المشكلة هي ليست في هذه الأوراق وليست في مقترحات الانتخابية والدستورية المشكلة هي أن الوفد نظام الأسد لم يقبل بأي مناقشة أي ورقة إلا ورقة الإرهاب وبالتالي رفض مناقشة فكرة الانتقال السياسي وحتى المبادئ الدستورية وحتى موضوع السل الانتخابية فالعقبة الحقيقية هناك في موقف جهة لا تريد أن تكون شريكا في عملية سياسية ولا أن تدفع العملية السياسية إلى الأمام وأخصد طبعا مجكلة واضح وفد نظام الأسد سيد هشام تقنيا اليوم هل سوريا أو السوريين مؤهلون لإقامة انتخابات رئاسية؟ بالتأكيد لا هذا كلام ما في عالي غبار حتى ديمستورا يعلم ذلك حتى الخبراء التفاوضيين خبراء الانتخابات وخبراء الدستورية يعلمون ذلك لكن أريد أن أذكر هنا بما جاء في كلمة ديمستورا في عملية حاطته أمام مجلس الأمن من جهة وما قدمه في المؤتمر الصحفي بعد نهاية جولة من أن هذه السلال الأربعة سلال التي يطرحها ديمستورا للبحث في الحل السياسي هي مرترابطة يعني إذا لم يتم التقدم في واحد يبدو أننا فقدنا الاتصال كنت معنا من جد عضو الاقتلاف السوري هشام مروي شكرا جزيلا لك